استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبن بالحداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن وذلك في حلقة جديدة بعنوان كيف نعيش الميلاد حيث تحدث سيادته عن قصة الميلاد التي تبدأ أولاً باستعداد الاستلاة والتأمل والعيش الروحاني من خلال تنقية القلب وتطهيره عبر المصالحة مشيراً سيادته إلى ضرورة أن تصحب الميلاد مبادرات إنسانية تتجسد فيها أعمال الرحمة كما تطرق المطران خضر إلى أوضاع الكنيسة في غزة ودورها في تقديم العوني لمن يحتمي فيها إلى الحوار سيدنا عنوان هذه الحلقة كيف نعيش الميلاد أولاً فترة الاستعداد هي فترة للصلاة فترة للتأمل وفترة حتى نعيش في روحانية هذا الزمن زمن الانتظار بيكون مناسب دائماً نرجع للكتاب المقدس ونرجع لقصة الميلاد بكل بساطتها ولكن بكل عمقها إنه هذا الحدث هذا الميلاد هذا التجسد الذي انتظرته البشرية من آلاف سنين يحدث في الليل في الظلمة في قرية صغيرة في مغارة وفي مذود بواسطة طفل صغير هناك طريقة لله وطريقة للبشر طريقة التفكير إحنا عادة نريد تدخل عظيم لله بمعجزات وآيات والله يتدخل يدخل إلى البشرية بواسطة مريم العذرة هذه الصبية من الناصرة بواسطة طفل ولد حتى أهل بيت لحم ما كانوش عارفين عنه ولد في مكان مخصص للفقراء إن كان بيت للفقراء أو إن كان مغارة للحيوانات هو مكان سكن لأفقر الفقراء ولم يكن له مكان في المضافة وفي مقابل تسليط الأضواء في الإنجيل المقدس على عظماء ذلك الزمن من ناحية غسطس قيصر الذي يصدر الأوامر هيرودوس الملك وعظماء القدس إلى آخره بطل القصة لنقولها بهذه الطريقة هو هذا الطفل الذي يولد في بيت لحم بكل فقره وبكل ضعفه البشري بهذه الطريقة ولد المسيح هو المخلص هو ابن الله هو الكلمة الذي تجسد هو الله معنا عم نويل هذا الاسم الذي يعطى وفي مقدمة إنجيل القديس يحنى والكلمة صار جسدا وسكن بيننا بواسطة هذا الطفل فإحنا ما منحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح ولا بحدث نعطي بعض المشاعر الرومانسية للطفل يولد لا ولكن هذا هو حدث للخلاص الله الذي يرسل ابنه لكي يسكن بيننا لكي يعيش معنا حتى يختبر حياتنا ويشاركنا في فقرنا يشاركنا في صعوباتنا يشاركنا في ألمنا يشاركنا في معاناتنا اليومية حتى يقدر أنه يخلصنا منها كلها لذلك هو شاركنا كان شبيها بنا في كل شيء عشان مثلنا شبيها بنا في كل شيء مع هذا الخطيئة فهذا هو سر التجسد هذا هو سر الميلاد العظيم الذي نحتفل به في صورة طفل يولد في مغارة